بسم الله الرحمن الرحيم عزانا مشاهدين وتابعين في قائدنا خربشات بإذنالكم فيديو جديد صد الضواري بالسهم هنشوف وهنتبه مع بعض اللي جدامكم 3 فهود طبعا من الفهود الصيادة الفهد الصياد أسرع كائن على وجه البسيطة سرعته 120 كيلو في الساعة يعني حدا سهم بينطلق هنشوفه النهاردة هي الصاد بالسهم سبحان الله الفهود معرضة ومهددة بالانقراض ومع ذلك زي ما انتم شايفين بصدوهم كل حدا مباحة في أفريقيا ضربة سهم قاتلة شوف هنا الصياد بيستهدف الرئتين والقلب شوف ضربة سهم مميتة هنشوف وهنتبه مع بعض ثلاث فهود أصاب الأول والثاني جدامكم ويصيب إصابة قوية وهنا الصد بالليل والنمر والنمر النمر المرقب ويصابة قادة ده النمر الأفريقي شوف هنا ويصيب طبعا النمر الأفريقي بياخد الفريسة بتاعته بيطلع بيها عالشجرة خوفة من الضباع والأسود شوف هنا عالأرض ويصيب إصابة في لوح الكتف إصابة مميتة يعدخل حرائتين شوف كده شوف ضربة السهم ملوش أي فرصة للنجاة وهنا الأسد شوف الأسد سيف الصيادين وماش بيهرم ويصيبوا شوف ضربة السهم عطهالوا في كرشو شوف كده شوف الأسد سبحان الله شوف تابع معايا كده شوف الصياد بيحرص الحارس بيحرص الصياد بالبندجية والأسد ما هيهربش مع أنها ضربة مميتة شوف هيديه سهم تاني هترا هنشوف سبحان الله الأسد بيهددهم شوف خلاص ويدي السهم التاني شوف شجاعة الأسد أي حيوان غير الأسد كان هرب سبحان الله شجاعة قوية جدا شوف الس الحارس شوف الس بيخش مباشرة طبعا لجدامكم ده حيوان ابن قاوة شوف شوف الضرق السهم يختار قاوة وانزف التراب شوف خلاص كده يعتبر إصابة قاتلة سقط بالفعل سبحان الله حيوانات بنات قاوة أو ابن قاوة بالتحديد الحيوان الوحيد اللي هو أشدر حيوان بالتكيف يعني بيأكل وسط السباع والضباع سبحان الله عنده التكيف والزكاء والدهاء سبحان الخالق يعني في مقاطع ترجع بيخطف الأكل من بج الأسد زي ما بيقولوا يأكل وسط الأسود ووسط الضباع شوف هنا رايح فين ابن قاوة رايح الموتر شوف يتكيف يأكل وسط الأسود لكن البشر سبحان الله هنشوف ايه لا يحصل شوف عدمشرب المياه ويصيبوا شوفت السهم يخترقوا بسهولة خلاص كده ملوش ايه فرصة للنجاة شوف هنا البابون شوف السهم يخترقوا شوف يعدى وينزل في التراب شوف بيأكل في الحبوب شوف تسه يدول في جانبه شوف 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 خلاص بيناس بيناسع شوف خلاص كده انتهى وهنا النسناس ويصيبوا سام النسناس شوف حجمه صغير شوف السهم يخترقوا من الجامدة للجامدة يكتف وهو كده انتهى وهنا الثعالب الثعالب الحمراء ضرب السهم للركب شوف زي ما بيقولك اختلط الحبل بالنابل الحبل الحبل القوس شوف والنابل هو السهم دانجو